تسع دروس تتعلمها بوقت مأخر بحياتك معظم الوقت منتعلم الدرس القاسي بعد فوات الأوان ومنتمنى لو كان عنا خبرة أكثر لما كنا صغار حتى ما نوقع بالخطأ بهالفيديو حنتعرف على دروس مهمة بالحياة من أشخاص سبقونا بالعمر والعلم والمعرفية درس الأول من اللاعب كريستيانو رونالد وهو الموهبة تكتسب كلنا منحلم إننا نكون بارعين بمهارة معينة ومنتطلع بعين الإعجاب الشخص الناجح يلي عنده هالقدرة المميزة ونصير منقول بيننا وبين أنفسنا الشخص كتير محظوظ الحياة سهلة بالنسبة لإله عنده مهارة بتكسبه ملايين وبتعطيه شهرة كبيرة وبتصير تتمنى يا ريت عندي مهارته لكن الشي اللي ما مننتبه له إنه هالشخص ما ربح هالمهارة بالصدفة معظم العالم يلي بتشوفهم ناجحين ومميزين بيكونوا تعبوا حتى يكسبوا مهارتهم ويوصلوا للمستوى يلي هن عليهم على فترة سنوات طويلة أخذت هالمهارة منهم تمرين وجهد كبير لكن نحنا ما منشوف إلا النتيجة النهائية وما منلاحظ إلا النجاح الظاهر للعالم رونالدو بيقول الموهبة من دون العمل الجاد هي لا شيء فالدرس يلي ما منتعلمه إلا بوقت مأخر جداً إنه نحنا فقط منشوف النتيجة النهائية وما منفكر نعمل أي جهد إلا بعد فوات الأوان لهيك إذا أنت أيضاً بدك تكتسب أي مهارة لازم تتخطى العائق الذهني يلي واقف بينك وبين نجاحك ما بقى تتفرج على النتيجة النهائية فقط حدا نفسك واحفر بالصخر لأيام وليالي لحتى أنت كمان اكتسب الموهبة درس الثاني الوقت وأثمن ما تملك كثيراً بيعتقدوا إنه المال هو أهم شيء بالحياة بياخدوا كل قراراتهم المصيرية من أجل كسب المزيد من المال بيضحوا بأي شيء لأجل لكن المال منه أهم سلعة ممكن تمتلكها وهيدا درس ما بيتعلموا الشخص منه إلا بوقت مأخر جداً بحياته خلال حياتك المال لح يجي ويروح دايماً لح تلاقي مصادر دخل لتجمع ثروة أكثر لكن العامل يلي هو أهم بكثير من المال هو الوقت وقتك هو مورد محدود أنت بتمتلك منه كمية ثابتي ما بتقدر تنته جوات أكثر من يلي محدد لأنك فيك ترجع تعود أموال خسرتها من تجارة استثمرت فيها بالماضي مثلاً لكن مستحيل ترجع الوقت يلي مضي كل دقيقة مرأت هي دقيقة لم تعود الرغم من أنه هاي معلومة كلنا بالظاهر منعرفها لكن على أرض الواقع معظمنا بضيع سنين من عمره على أمور بيعرف أنها ما بتفيده مثلاً منضيع سنين من حياتنا علقانين بعلاقة سامة فقط خوفاً من الانفصال وكلام المجتمع أو منبقى بوظيفة محدودة للأفق منكون عارفين إنها مش لحتوصلنا لأي مكان خوفاً من فقدان مدخولها ولو كان محدود فنصيحة قبل فوات الأواني اجعل كل دقيقة مهمة قبل نفاذ خزان الوقت يلي بعدك تملكه استثمر الدقائق الثميني بفعل الشي اللي بيخليك سعيد مع الأشخاص يلي فعلاً بتحبهم من قلبك الحسن البصري قال درس التالت ثق بغريزتك عدم اتخاذ القرار هو مضي على الوقت فيه أشخاص كتير بيترددوا لياخدوا قرارات حتى لو كانت مصرية ومهمة لمستقبلهم بالحقيقة بداخل كل شخص فينا في حدث أو شعور بيدلك دايماً شو لازم تعمل في معظم الوقت هالشعور بيكون صحيح مثلاً لنفترض فتحت أمامك فرصة سفر للدراسة بالخارج أحد أصدقائك شجعك لتسافروا سوا وتكفوا علمكم بالاختراب صديقك صمم وجهز حاله واستغل الفرصة وفعلاً سافر بينما أنت خفت وترددت مع أنه بوقتها إحساسك كان عم بيقولك جرب لكن بتقرر تبقى مكانك لأنه كان القرار الأسهل عليك لتاخده بتمر الأيام وصديقك بيوصل للشي اللي بيحلم فيه وإنت ما زلت بنفس المكان بسبب الخوف والتردن هالدرس المتأخر بالحياة نتائجه النفسية مدمرة وممكن يؤدي لنوبات اكتئاب متكررة دايماً كون مستعد أنك تاخد بعض المخاطرة ما تتردد أنك تاخد القرار ولو كان غير مريح بالنسبة لك حاول الخروج من منطقة الأمان لأن صدق أو لا تصدق ما يسمى بمنطقة الأمان منها آمنة كما تتوقع إذا بتقضي كل حياتك داخل هالمنطقة مش رح تعرف شو ممكن تكون حياتك خارجها شو هن الفرص اللي عم بتضيعها دايفيد جيميل بيقول تق بغريزتك واسمع ما يقوله قلبك فإن قلبك لن يخونك أبدا درس الرابع كون مرن كل شخص فينا هو صغير حدد لنفسه لائحة أهداف لأن حابب يعملها بحياته لما يكبر ممكن كنت حابب أنك تكون طيار لتبرم العالم مليونير لتساعد الفقراء أو مقدم برامج مجهور حتى تأثر بالملايين لكن خلال حياتك أنت وعم تكبر تفاجأ بعرقيل ومنعطفات شكل وعائق قبير أمام تحقيق أهدافك تلاقي حالك أمام خيارين إما بدك تتخلى عن هدفك وإما تعدل الخطة حتى تتماشى مع الظروف يلي عم بتمر فيها في أشخاص قرروا ينهوا حلمهم أشخاص آخرين قدروا يتماشوا مع الظروف ويخلقوا فرص جديد مثلا يمكن ما قدرت تصير طيار لكن لقيت حالك بوظيفة تطلب سفر كتير بعدة بلدين مختلفين بالرغم من أنك غيرت الطريق لكن وصلت لهدفك بطريقة أخرى بكل جانب من حياتك المروني أمر مهم جدا كاتب ستيف ماربولي بيقول الحياة لا تصبح أسهل أو أكثر تسامحا لكن نحن ما نصبح أقوى وأكثر مرونة طريق النجاح ما نخط مستقيم ودائما لاح يكون فيه مستجدات وعوائق جديدة ما حتفاجأك فنصيحة كون مرن بأن ما بتعرف السعادة الحقيقية بأي زاوية مخبئة درس الخامس استثمر في الحب الحب طاقة غريبة واحدة من أقوى المشاعر يلي نحن مننتجها المزيج الغريب بين المشاعر والهرمونيت تعطيك قوة ممكن تهد جبال بتشوف قوة الحب واضحة بعلاقة الأم بولدها وبعلاقة الشريك مع شريكته حتى بعلاقة الشخص بعمله الشغف يلي بيخلق بحالة الحب بيولد دي خلق طاقة ممكن تعمل أمور كتير والجميل بهيد الطاقة إنها غير محدودة لكن مع الأسف نحن عادة منغلق باب هالطاقة يمكن لسبب تجربة علاقة سابقة جرحتنا أو لسبب فشل مشروع سابق خلينا نخاف نجرب مرة أخرى منلاقي حالنا مع الأيام عملنا بلوك لهالمشاعر القوية لفترة متأخرة من حياتنا وما مننتبه لهالأمر إلا بعد ما نكون فقدنا الشغف إذا بدك ترجع تجرب معنى الحب الحقيقي تستثمر بهالطاقة الغريبة بداخلك لازم تفتح نفسك أكثر على تجارب جديدة خلي مشاعرك قودك باتجاه الحب مرة أخرى مارك توين بيقول قصيرة هي الحياة ليس هناك وقت للخصومات هناك نافذة من الوقت للحب فقط درس السادس اعتني بصحتك صحة هي نعمة مخفية إحنا وشباب نعتبرها من المسلمات وما منحس بوجودها إلا بعد زويل هالنعمة واحد من أهم النصائح يلي لازم تتعلمها بوقت مبكر من عمرك هي إنك تهتم بصحتك كتير منيحة المشكلة إنه كل شخص فينا عنده نقاط ضعف معينة بجسمه تخلق معه بتركيبته الجينية وبتكون غير ظاهرة للعلان بعمر مبكر ممكن شخص مننا يكون نقطة الضعف بجسمه في الكبد بينما شخص آخر نقطة ضعف جسمه في الكلام وما بيكتشف هالأمر إلا بعد فوات الأوان طب كيف بقدر أعرف وين نقاط الضعف بجسمه الأمر بسيط نسبياً ابحث عن الأمراض المتكررة بتاريخ العائلة من سكري لضغط لأمراض كلها إلى آخر اجردهم كلهم وحاول تحمي منطقة الضعف المتكررة بالعائلة عبر اتباع نمط حياة بيحميه هذا العضو مثلاً بعيد الشر إذا كان مرض الكلة متكرر عند أكثر من شخص في العائلة فلازم بوقت نبكر من حياتك إنك تحافظ على كيلتك عبر شرب الماء أكثر والتخفيف من تناول البروتين حافظ على صحتك قدر المستطاع لأن بدون الصحة لا المال ولا المكاني ولا المنصب لا حيفيدوك بباقي حياتك سبعة تعلم دائماً نحن وصغار نعتقد إنه منعرف كل شيء وإنه مش بحاجة لنتعلم شيء جديد مننا بيوصل للمدرسة وبيوقف علم ومننا بيوصل للجامعة وبيعتبر إنه خلص كل شيء لكن الأمر يلي منكتشفه بوقت متأخر جداً إنه التعلم هو أمر دائم المدرسة والجامعة هي مجرد البداية أعليم الدائم بيخليك تفتح ذهنك أكتر وتشوف الأمور من منظور مختلف خليك تنتج أفكار جديدة وتفتح عيونك على وجهات نظر مختلفة عالمنا عم بيتغير بشكل سريع كل لحظة عم بيكبر ويتطور في عصر الإنترنت لائس سيل دائم من المعلومات ممكن تكتسبها أما إذا قررت تتجاهل هالمعلومات الجديدة لح تتأخر كتير العالم لح يتركك مطرح ما وقفت علم أيام المدرسة أو الجامعة لذلك ما تتوقف عن تعلم شيء جديد قد مكان عمرك غاندي بيقول عش حياتك كأنك ستموت غداً وتعلم كأنك ستعيش للأبد درس الثامن اجعل نفسك مهماً حتى تكون إنسان ناجح بالحياة لازم تلبي حاجة معينة بالحقيقة كل إنسان ناجح بالحياة بحث عن نقص أو حاجة كانت موجودة بمجتمعه وقدم نفسه على إنه الحل لها النقص مثلاً الطباخ الناجح شايف عمر قدم وصفات أكل شهية كان المجتمع بحاجة ماسة لإلها نفس الأمر بيتعلق بأي مهنة مهندس مندوب مبيعات إلى آخره ما تفكر بالموضوع من ناحية مالية فكر بقيمة عملك داخل المجتمع كل ما كنت عم بتغطي حاجة أكبر كل ما العالم لحكافك أكثر تلقائياً هتتحول لإنسان ناجح بالحياة درس التاسع مهم جداً وهو الفشل يخلق النجاح كل رحلة بها الحياة فيها عوائق كل طريق فيه بقلبه منعطفات كل ما كان الطريق صعب كل ما كان النجاح لب يمكن أول مشروع تجاري عملته فشل أو يمكن إن رفضت بعدة مقابلات عمل ممكن للحظة هالفشل خليك تشعر بحالة يأس لدرجة بلشت تشوف العالم حواليك عم ينهار لكن الحقيقة الثابتة هي إن الفشل هو الممر الإلزامي للنجاح حتى تنجح بحياتك لابد إنك تمر بتجارب فشل لوقت من الأوقات لكن النجاح بعد الفشل له شرط إنه لما تفشل ترجع توقف على إجريك وتحاول مرة أخرى فشل بيعلمك أمور مستحيل أي مدرسة تعلمك هي بيثبت لك إجريك على الطريق الصحيح للنجاح كثير ناس ما بيتعلموا الدرس القاسي إلا بوقت مأخر من حياتهم بتمنى إنك ما تكون واحد منهم ممثل الأمريكي مي ويست مرة قالت أنت تعيش مرة واحدة فقط لكن إذا عرفت كيف تعيش فمرة واحدة تكفي سلام